فيه ستات تقولك انا لما بزعل بيحصل عندي نزف تحت الجلد مؤلم بالفلاحي كده يقولك انا جسمي بيقرس لما بزعل والزعل هو السبب في الحقيقة انا كنت اعتقد انه لازم يكون عند الست دي او عند الراجل ده مشكلة نزفية يعني يكون عنده مثلا نقص في الصفيحة الدموية يكون عنده فولفنبراند ديزيز هموفيليا اي مشكلة تانية هي اللي عامل نزف تحت الجلد لكن لما دورت شوية لقيت ان فيه حاجة اسمها جاردنر دايموند سندروم متلازمة كده او مرض كده ممكن يحصل فيها فعلا نزف تحت الجلد مؤلم بسبب الحالة النفسية فقط والشخص ما عندهش اي مرض يعمل نزيف تحت الجلد والمشكلة دي بتحصل اكتر حاجة في السيدات والاناس خصوصا اللي هم صغيرين في السن شوية والسبب في الموضوع ده شبه مناعي بيحصل حاجة اسمها ودي بتعمل حاجة اسمها وعشان نشخص المشكلة دي اللي هي جاردنر دايموند سندروم دي باي اكسكلوجن لازم نستبعد الاسباب الاخرى كلها عشان نقول ان هي دي جاردنر دايموند سندروم وان الزعل يعني هو اللي عامل المشكلة دي مع الست دي فلازم لو مريض او مريدة جاتلك بالاعراض دي لازم نحاول نعمل الفحوصات عشان نستبعد الامراض النسفية الاخرى زي الفحوصات اللي قدامك دي والامراض اللي قدامك دي ومعد كده لما يطلع كل ده تمام ومفيش اي مشكلة نقدر نقول ان دي جاردنر دايموند سندروم والعلاج بتاعها بيكون علاج نفسي فقط لغير يعني بنحاول نعالج الاكتئاب او المشكلة النفسية اللي موجودة مع السلطة دي فقط لغير وما فيش علاج اكتر من جدا ودومتم في امان الله